بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا جمال حضرة النبي إلا إحنا مزننا في أنواره ومزننا في صحبته وفي جمال سرته ومشين معاه خطوة خطوة ونور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشرق من سرته بيشرق في جانبات حياتنا في كل مجالات حياتنا والنهاردة نتكلم على نور من أنوار سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتيسر لنا حاجات كتيرة في حياتنا وتخلينا نقدر نتعامل مع حياتنا بوعي وبإدراك وبقيم تساعدنا على إن حياتنا تكون باب من أبواب السعادة النهاردة نتكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في عام الوفود وخاصة لما حضرة النبي قابل أهل الأديان الأخرى فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش علاقته بأهل الأديان الأخرى علاقة قائمة على الصراع أو العداء زي ما البعض بيحاول يصورها ويصور إن الإسلام قائم على الحرب أو الصدام على الآخر أو حتى الكراهية ولو بصينا في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنلاقي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الرحمة والأدب والإنصاف والقيم والأخلاق مع كل المخالفين له وممكن ناخد موقفين نبينهم عشان نقدر نشوف ده موقف الأولاني موقف مشهور جدا هو موقف حضرة النبي مع وفد النصارة ناجران بعد أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام السامن للهجرة أقبلت إليه الوفود من كل مكان وكان ضمن الوفود وفد النصارة ناجران اللي هي بتقع جنوب مكة في اتجاه اليمن وكان هذا الوفد مؤلف من ستين رجل فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد ودخلوا المسجد في وقت صلاة العصر وعليهم ثياب كده تسمى الحبرات ثياب يمنية وجبب وأرضية كده فيها ريحة من ريحة ماذا ريحة من ريحة هذا المكان فإن اللي حصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم فلما رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك نصارى النجران يصلوا في المسجد وأمر أصحابه أنهم ما يمنعهمش أنهم يصلوا في مسجدي صلى الله عليه وآله وسلم ولو شفنا بقى معاملة رسول الله مع طرف التاني اللي كان موجود معاه في المدينة وهم اليهود فمعاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هنشوف فيها شوية حاجات لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في المدينة ثلاث قبائل بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة عمل أي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معهم عمل معهم معاهدة وكان من بندها إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن اليهود أمة من المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم يعني في استقلال في الزمم المالية وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة يعني إيه ده؟ ده وكأنه جعلهم مجتمع واحد وحيا وحدة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم إيه ده كله ده؟ ده وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخليهم لحمة واحدة بيخلوهم وكأنهم مجتمع لا يتفرق ولا ينقسم وحضرت النبي طول ما كانوا محافظين على البنود دي كانوا في أمان رسول الله سلم ورسول الله سلم كانوا دايما بيكون معاهم في نصرتهم مداموا محافظين على ده إحنا بقى تعالوا نتكلم بقى من المشهدين دول المهمين اللي احنا شفناهم مشهد رسول الله سلم مع وفد نصار النجران وكمان معاهداته مع اليهود إن رسول الله سلم كان دائما بيعمل إيه؟ يعلمنا إن إحنا نتعامل مع المختلف أنا عايز أقول لكم حاجة شوية بتبعها من فترة من الزمان إحنا عندنا حاجة في مجتمعنا لازم نتكلم عنها حاجة كده لازم تتغير في حياتنا ولازم يبقى التعامل فيها تعامل حاسم عشان تنتهي من حياتنا أنا لاحظت إن فيه طيار جيه وحاول بقدر الإمكان إن يأسس العلاقة بيننا وبين المختلف معانا إن هي علاقة قائمة على الصدام والصراع طب ليه؟ وكأن دوة هو جزء من نصرة الدين لا والله هذا ليس جزءا من نصرة الدين لو كان ده جزء من نصرة الدين كان أولى الناس بيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وده لا يمكن يكون جزء أبدا من تصورنا عن علاقة الدين بالحياة أبدا ده هو ده التصور عن حالة من حالات الاضطراب النفسي واضطراب في فهم الدين إن الدين في الحقيقة ما بينفعش غير لما يكون هو قائم على جمائج من ناس أو قائم به حالة من حالات العنف والحقيقة إن الدين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين والعالمون هم المسلمون وغير المسلمين كلهم حضرت النبي أشملهم برحمته فحضرت النبي رحمة للكل وكأن معنا وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين المجتمعات تؤسس على التراحم المجتمع يؤسس على الرحمة وإذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ارحموا من في الأرض ومن في الأرض على فكرة ممكن ما تكونش بس معناها ارحموا البشر لكن ارحموا كمان الحيوانات وارحموا كمان الجمدات ارحموا كل حاجة يبقى الأساس المجتمع بيتبني على التراحم مش على التسارع طيب في حد يجي يقول بقى بس احنا عندنا يبتدي بقى حد تاني يتلقف بقى بعض الأشياء التاريخية ويبتدي ينشئ ما يسمى بالثقرية الدينية احنا عندنا نتار والثقرية دي لابد ان احنا ننفذ بيها وهنا بيدعم بقى خطاب الكراهية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش بخطاب الكراهية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش بأي شكل من الأشكال ان يبقى فيه ان دولة المدينة وحياة حضرت النبي ومجتمع حضرت النبي ما سمحش ان هو يتأسس على الصراع حضرت النبي المجتمع دائما بيؤسس على الرحمة والمودة والسلم وده ليه على ذلك المخالف ليه عشان اثبت ان المجتمع هو مزيج مني ومن المختلفين معايا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمح لوفد نصر النجران ان هم يصلوا في المسجد ليه طيب تعالوا نتأمل هو ليه حضرت النبي فعل ذلك فعل ذلك عشان امور كتيرة بتستخدم بعد كده بعيد عن سيرة رسول الله وبعيد عن سنته ان لا يصح ان انا اتعامل مع المخالف ليه على ان هو جرثومة او على ان هو ملوس لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأسس على طهارة شريكي في الحياة وشريكي في المجتمع ما بيأسس فكرة ان في حد فينا ملوس وده هيقدي الى ايه ان احنا الاثنين عبيد لله سبحانه وتعالى فساعة ما نشوف الاخلاق ساعة ما يشرق نور القلب ويشرق الايمان في قلوب الجميع يبقى اذا كان رحضت النبي اصد ان هو يخليهم يصلوا في هذا المكان عشان ينفيه التلويس اللي ممكن حد يلوسه لان دوت انت لما تلاحس كده لما تحلل انا مهتم او بمسألة التدين في الفترة اللي فات في 80 سنة اللي فاتت جاء انا تدين يحاول ان يلوس المخالف عشان محدش يقرب من ناحيته يلوسه فكرياً يلوسه وجدنياً يلوسه واحنا مش ببناه على كده احنا بناه على العيش المشترك فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم اسس لعيش المشترك ولذلك مسألة بسيطة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان احترم كمان العبادة وذلك لما نجي نتكلم عن دور العبادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم احترم عبادة المخالف لي عشان نبقى واضحين احنا في مجتمعنا وخاصة في مجتمعنا المصري انا كنت بقولت طول وقت احنا ما نقدرش نتصور مجتمع المصري من غير العيش مشترك بس انا خلينا اقول لكم ان فيه غبار كتير بيسري في الجو في بعض الاحيين غبار فيه تطرف غبار فيه تشدد من كل الناس فاحنا لازم ده يوقف لازم الغبار ده يوقف احنا طول الوقت كان عندنا عيش مشترك على اعلى ما يكون وانا بحب قصة ان الناس اللي دايما كان بيعيشوا مع بعض عيش مشترك ويتألفوا مع بعض والقصة اللي انا بحبها دايما قصة مرسى اللي كانت بتيجي تداوي والدتي فكان ايه اللي حاصل انا مرة اتأخرت على المجيء الى البيت اتأخرت في المزج فلما اتأخرت والدتي كانت بتعنفني فما كان من مرسى اللي قالت لها صلى على النبي يا خلط المضياء مرسى صديقة الممرضة اللي بتداوي والدتي قالت لها صلى على النبي يا خلط المضياء فجات قالت لها برضو هي صلى على النبي والدتي وبعدين بنتدت استمرت في تعنيف فقلت لها متصلى على النبي يا خلط المضياء كان نقص على الطرف الاسانة انت مش مؤمنة ولا ايه شوف هذا الكلام كان بتلقائية بيحدث بيننا ومحدش كان بيبقى عنده التشنج اللي موجود في بعض الاحيين في المقابل وردتي لما هي جدت تخطب جالها اتنين واحد قالت لها أنا خلط المضياء أنا عندي واحد الشخص ده طيب وبيروح الكنيسة والشخص التاني ده اللي بتسميه البنات الباد بوي اللي هو مقطع السمكة ودله اتجاوز مين قالت لها طبعا اتجاوز اللي بيروح الكنيسة هو ده التطبيق اللي حصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة ليهم لنا النصح والنصيح واحنا كمان لنا عندهم النصح والنصيح هذا العيش المشترك اللي بيخلينا نعيشه كأننا مع بعض جسد واحد هذا الشعور لابد ان هو يكرس لابد ان احنا نعيشه وسيرة حضرة النبي بتجعلنا قدام مسئولياتنا ان اي فكرة تكون الفكرة ديت هي فكرة كراهية لابد ان هي توقت في مهدها ولابد نعيش مع بعض متحبين على الدوام طب نعمل ايه عشان نقدر نمشي مع حضرة النبي في سيرته اول حاجة نتوقف عن ان احنا نجيب في سيرة بعض ونتوقف عن قراءة تصرفات بعضنا البعض بنظرية المؤامرة احنا احباب وعيشين في جسد واحد وفي مكان واحد لابد ان احنا نوقف اي خطاب في اي شكل من اشكال المؤامرة في بلد اللي الناس فيها ما بيعرفوش ايه ديانتهم غير لما الناس تعبر عن ديانتهم ودوة شيء محترم هذا شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه يحب ان الناس تحب بعض حضرة النبي يحب الحب ويحب ان الناس تعيش مع بعض بهذا الحب انما بقى نارت انا لازم اتميز ولازم افعل كذا ما حدش جي جنبي خالص جنبي دين حد او شعيرة حد كل واحد فينا لازم يعبد ربنا ولازم يكون قريب من ربنا بس القرب من ربنا وعبادة ربنا لا تقتضي الكراهية الحاجة التانية والمهمة اللي احنا لازم نعيشها ان احنا دايما نحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل انشطة مشتركة ونعيش مع بعض والتطوع باب واسع جدا جدا ممكن نعيش فيه واخر حاجة دايما خلونا نذكر بعض بمثل سيدة رسول الله سلم ونتكلم عن المحبة ونتكلم على ان هي محبة مستمرة لغاية ما ظهرت كمان في كلام الليس ابن سعد احنا مليانين محبة للعيش المشترك فلابد ان احنا نتمسك بدا ولا نتركه قيدة قنمنا عشان نفضل في ايد حضرة النبي وفي انوار سلته